رفض لم يأتي من فراغ ولكن يأتي من تجربة صعبة ومغيرة مع الحكومات المتعاقبة خليني رجعك شوي 97 كانوا قانون المطبوعات المؤقت الذي أغلق العديد من الصحف الأسبوعية ووضع شروط مرهقة 350 ألف دينار تجيبهم بس تحطهم في البنك عشان ترجع من 5000 إلى 350 ألف دينار 2011 جربونا موضوع الترخيص للمواقع الإلكترونية كنا احنا أول دولة تجتهد وتدشن عصر ترخيص المواقع الإلكترونية وانتشفت ب2015 أظنني يمكن عدلوا قانون الجرائم الإلكترونية فصاروا ينحبس ويتوقف تعاون المواقع الإلكترونية اللي بنشروا على الإنترنت وحتى تعاون السوشيال ميديا وللآن بتطلع التقارير الدولية بتشوف قديش الریکرد تبع الأردن ممتاز في هذا السجل الآن احنا عم نحكي وجلالة الملك عم بوعز على موضوع الإصلاح السياسي وتحديث المنظوم السياسية بنتفاجأ بنزل بالبراشوت أنظمة بدون التشاور مع الجهات الفاعلة في صناعة القرار في الإعلام ثلاثة أنظمة تخالف القانون وتخالف الدستور كيفين؟ أنا بحكي لك نبدأ في أول شي انت أول شي في أسماب موجبة لأي تعديل أي نظام بدك تحط 500 دينار على الموقع رسم جديد على الموقع الإلكتروني طيب ليه؟ أنت عارف أنه في القانون المطبوعات والنشر أنت تأخذ الرخصة مرة واحدة لا يقول القانون بأنه لازم تجدد الرخصة كل سنة ولا يقول القانون بأنه إذا ما جددت بتنتهي ولا يضع إلا شرط واحد أنه إذا شغر موقع رئيس التحرية فأنت أجيت في النظام بتحط وتعدل على القانون والتدرج التشريعي وأنا لست قانونيا ولكن لدينا نحن بيت خبرة نستأنس برأي مجموعة من المحابين الذين نعتز بدعمهم لمركز حماية وحريط الصحفين ويقدم أراء ثبت سوابها في السنوات الماضية وبالتالي أجيت أنت في النظام عدلت وأضفت قيود وأضفت شروط مش موجودة بالقانون ونفس الشي في موضوع البث إجا أضف نص بث البرامج والأعمال الإيداعية والتلفزيونية عبر الإنترنت طيب ما شفت حدا حتى الآن بده ينظم الإنترنت إلا إحنا يعني بدنا نسجل أيضا صبق جديد في تدشيد عصر جديد رغم كل الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها الأردن إلى علاقة بحرية الإنترنت إلى علاقة في الأو جي بي وشفافية وضمانات الشفافية إلى علاقة بالعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي تنص إيش موضوع الاستثناءات اللي بتصير على الحق بس رئيسنا هي رئيسنا هي أوضحها قال هذا أي واحد بده يعمل تلفزيون عبر الإنترنت بدنا نرخصه ليه؟ سؤال ليه؟ أنا بدي أسوي إنترنت هذه منصة عالمية عابرة للجرغافية والحدود أنت ليش ترخصني؟ شو لك عندي؟ على سبيل المثال بس كمان ندخل بالتفاصيل النص بيحكي بث الأعمال الإذاعية أو التلفزيون عبر الإنترنترنت هل وصف هذا النص؟ إيش اللي أنا ممكن أعتبره؟ بس حكا الثالث بوضوح بدك طاولة وعليها ثنين يعني إذا أنا بحط طاولة بيصير بث تلفزيوني إذا أنا واقف بصير مش بث تلفزيوني بدي أعطيك إشي علينا إحنا إحنا بنعمل منتدى الإعلامي كل شهر بنستضيف عليه مسؤولين من الدولة من بث على منصتنا على منصة المركز وفيها باكدروب وفيها كاميرات وفيها أجهزة صوت هي كسرنا من بيث تلفزيوني وبالديانة الرخص والكارثة إذا ما رخصت ترجع على المادي 29 من قانون الإعلام المرئي والمسموع بصير الغرامة من 5000 وتصل إلى 30 ألف وفي حال التكرار تضاعف ترجمة نانسي قنقر